اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موضوع الحلقات الاجتماعية انا عارف انها الان مهمة جدا ولكن اوعدكم ان شاء الله في القادم من الايام راح يكون في حلقات اجتماعية وراح نلتمس كثير من المواضيع يمكن وايد من الناس طرحوا اللي مواضيع كثيرة جدا بس يعني الان اعتقد ان المحتاجين عندنا وايد امور وما ابي ااخذ حلقة اجتماعية وتكون عندنا قرارات كثيرة ونبي نتكلم فيها ونبي نتناقش فيه كثير من المواضيع ولكن اوعدكم واعد ان شاء الله انه راح يكون هذا الموضوع يعني بحل اهتمام لنا احنا كلنا واكيد راح ان شاء الله نطرح هذه المواضيع ونتكلم فيها كثير من الاخوان يبعثون لنا عن طريق الواتسابات كثير من القضايا ايضا حاول ناخذ جز منها لخصنا منها جز ويبقى جز مهم بداية وقبل لا ابدأ الحلقة يعني كنت على تواصل من الساعة اربع الان يعني قبل الحلقة بربع ساعة وهذه رسالة حق الاخوان في وزارة الصحة وانا اتمنى من هذا الرجل الشجاع حقيقة يعني الدكتور باصل صباح اتمنى ان يعني تصل الرسالة انا سمعتها من اكثر من شخص ولكن يمكن هذه الحالة يمكن لانا كان في اتصال اول باول يمكن شوية يعني اقدر اقول ان اتواصلت مع الحالة بشكل جدي الاخوان سووا فحص ويعلوهم مسج وقالوا لهم ان انتوا فيكم كورونا وكلموهم الاخوان قالوا لهم انتوا تابعين قالوا روح مركز شهدة ولكن انتوا شنو وضعكم كان تقول والله الام انا فيني مرض مزمن اللي هو التهاب الصدر والربو وعندي ولدي معاق وعندي الوالدة كبيرة بالعمل قال لا يا ابو بدام هذا الوضع عندكم لا يا اخوي طلعوا على مستشفى جابر تلقائيا راحوا مستشفى جابر هذا الكلام اليوم الساعة اربع العصر ومن الساعة اربع العصر الى الان وهم ما زالوا في الممر مال مستشفى جابر وانا هذه رسالة وجهة حق وكيل وزارة الصحة ويعني مدير مستشفى جابر هذولا اليوم كويتيين فيهم كورونا امراض مزمنة البنت قاعدت تتكلم وايه هي صوتها ما يطلع وقاعد قلوه انه انا وايه التعبانة فيقوله احنا ما نقدر ندخلت المستشفى الا بموافقة الاستشاري والاستشاري اليوم مفاضي فروحوا البيت وتعالوا باتشر عشان نشوفون الاستشاري واذا صار لكم اي شيء ممكن تكون بالليل متأخر هذا مو صح بعدين لا صعدوهم في الجناح اللي هو العمومي وقعدوهم بعدين دكتورة تلقوا لقلت لا انتم لا يستريدوا ان او الصوب ستغلعوا عندكم الحالمة الانثين اما تردوا البيت اما ترحون الخيران الحجر اللي في الخيران هذه الحجر في الخيران قالت لهم ابنيه انا تعبانة وهذا معاق يعني هذا ولدي عمرها خمس تعارش سنة معاق اروح الخيران واذا تعبنا قال لا بمشكلة هي اذا تعبتوا يركب منكم مسافي م swoكم زين انا حاليا عندكم في المستشفى انا حاليا في المستشفى عندكم ليش تودوني الخيران ويتردوني وانتم شايفين الصدر ما انا قادر اتنفس هذا البرسيجل اللي احنا عندنا ولا دقوا على يعني ما يصير يا جماعة ما يصير ما يصير اليوم مريض قاعد تتعامل اياه كأنه قاعد يراجع على يعني معاملة شؤون هذا مريض وانا هذه رسالة حق يعني وكيل وزارة الصحة وانت من الرجال اللي حقيقتها نشهت فيهم بهذه الامور دكتور رضا ما يصير اليوم هذه امية حالتي لنفس العملية يكون فيه برسيجل واضح مبين معروفة شنو الامور هذي لكن ما يصير بعض الدكاتر مع كل الاحترام منهم هي مو مزاجية يدشها المستشفى ولا ما يدشها المستشفى ما يصير على الاقل اضعف الايمان اقعد اعلق اليومين اخذ بحوصاته فيه امكانيات المستشفى فيها اسر ما شاء الله ما يصير يا جماعة ما بين حانا ما بين ما وانا الى الان قاعد اكلمك يا دكتور رضا وهما ما زالوا في ممر المستشفى منتظرين للستشاري ما هيصير اربع ساعات انا فيني كورونا اقعد لا يعني والعملية خيارية يعني هات روحين للبيت تقعدين يا اما اذا الوضع في البيت عندكم مو زين ما عندنا مشكلة روحوا الخيران واذا تعب تونيا يعني انا يسكر صدري واشعار بيش واركب من الخيران ليه مستشفى جابر ايه مستشفى جابر حق منهم يعني انا هذا السؤال يعني اذا احنا الكويتيين اليوم انطيح ويصير في لنا مشكلة ويصير في لنا شي وما يستقبلنا حق منه المستشفى فانا ارجوك والرقم موجود والبطاقة المدنية موجودة يا دكتور انا ما تكلم من هذا وانا عارف بان هناك بعض التصرفات قد تكون شخصية واحنا دائما نشيد بدور وزارة الصحة وجهدكم الجبار على المدار حقيقة سواء معاني الوزير هذا الرجل البطل سواء انت يا دكتور رضا وكيل وزارة سواء الفريق الطبي ما نشكك فيكم نهائيا ولكن بعض الامور اللي قاعدة تصير صراحة ما نعارف ليش شعني فانا ارجوك دكتور رضا شوفوا الموضوع واذا تبعون الاسم وتفاصيل وارقام المدنية موجودة عندي ياهم على الواتساب اي شخص منكم يتواصل من هالعين قبل هالعين وقواكم الله هذا جزء حبيت اتكلم عليه في البداية انا قبل يومين وثلاثة تكلمت على موضوع المقبرة وقلت ان المواعيد منطل المقبرة والزحمة وشذي وما ادري اعد الاخوان في البلدية شنو اجراءاتهم وشنو الموضوع اللي بيأخذونا ما نعارف وقلت انا اتمنى من الاخوان في البلدية بانا يتم تمديد مدة المقبرة بناءا عليه طبعا تدرون يوم وليمعة امر طبيعي زحمة وصار الامر وايد زحمة فانا حقيقة ابي اوجه رسالة شكر للاخوان في وزارة الداخلية وبناءا مو علي انا بناءا على مرتادين المقبرة وهذه الرسالة يتلي على السناب شات يتلي رسالة على السناب وانا راح اعرضها مثل ما اهي هذه الرسالة بس نقطة احب اوجه كلمة شكر لكل رجال الداخلية المتواجدين بمقبرة السناب خات اليوم الجمعة تاريخ ثلاثة تاريخ سبعة ثلاثة 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 امانة ما قصروا بهالشمس القاسية اهم اللي كانوا يوزعون الماي على الزوار عساهم على القوة عيالنا ويعطيهم الف عافية امانة توصل هالرسالة لهم مع خالص الشكر ولبرنامجك صوت الشعب مشكورة اختي وهذه تحيير الاخوان في رجال الداخلية هذا مسجي اللي على الاسناب شات انا كفتشرت الصورة كاهية هذه على الاسناب شات انا كنت منزل صورة والاختم علقة على الصورة وكاهية واكرر مرة ثانية لانه يستحقون الشكر الف مرة بس نقطة احب اوجه كلمة شكر لكل رجال الداخلية المتواجدين بمقبرة السليب خات اليوم الجمعة ثلاثة سبعة امانة ما قصروا بهالشمس القاسية اهم اللي كانوا يوزعون الماي على الزوار عساهم على القوة عيالنا ويعطيهم الف عافية امانة توصلها الرسالة لهم مع خالص الشكر لك ولي برنامجك صوت الشعب شكرا اختي يعطيك العافية ما قصرتي تحية لرجال الداخلية ماهو شيء غريب عليكم جهدكم جبار يعطيكم العافية وفعلا التمسنا من الاخوان في رجال الداخلية بالذات احنا دائما التمس منكم ولكن بالذات في فترة كورونا التمسنا الجانب الانساني مع الاخوان مثل ما قرأت الاخت اليوم في المقبرة مثل ما شفنا يوم موضوع الفحوصات للشخص اللي ياخذ البرجي ووزعه مثل ما شفنا اللي بالدورية وينادي يا اخوان اللي يبيش يمي البقاء لانا يبلكم يا مثل ما شفنا الاخ اللي في الدورية كان يوزع كمامات كثير من المشاهد وحقيقة ان احنا ككوتيين نفرح لما نشوف ابناء الداخلية وابناء الوطن وابناء الجيش وابناء الحرس نشوفهم في هذا الصدد ونشوفهم اليوم يتعاونون في هذا الامر كل الشكر لكم وكل الشكر لمعالي وزير الداخلية ووكيل وزارة وجميع العاملين في وزارة الداخلية ابدأ حلقة اليوم حبيبي اوائل نبدأ حلقة اليوم واحصائية الصحة اطلنا يا يقولون شربت الشاي وهو حار تعدل الزور فلازم شوية الرتم بعد لازم تسولف وتتكلم فساعات الصوت يطبق اليوم في وزارة الصحة والله اشتقنا حقا عبدالله السند ايه والله والله اليوم قلت لنا قلت لشتقنا لك يا اخوي فقدنا اكثر عبدالله السند ما يصير تعودنا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم مرة واحدة تقول والله لا يا جماعة راحنا كل اسبوع بنطلع مؤتمر يعني يعني اذا ما تطالع مؤتمر يا عبدالله صنع ذا بيك ضيف عندنا تعالي اخوي والله اشتقنا لك بس وتسبت احصاية وزارة الصحة اليوم 886 هي حالات التشافي الجديدة اجمالي حالات التشافي 39276 39276 حالة التشافي اجمالي عدد الإصابات اليوم 813 حصابة جديدة اجمالي الإصابات 48672 اجمالي حالات تتلقى العلاج 90936 حالات الوفاة الله يرحمكم ويرحم أمواتكم هي حالة واحدة اجمالي حالات الوفاة 360 حالة عدد المسحات الجديدة خلال 24 ساعة هي 4149 مسحة اجمالي الفحوصات التي تمت 399 1498 اجمالي الحالات في العناية المركزة الله يشافي ما يشافي مرضاكم 144 المصابين حسب الجنسية وهما من أصل 813 حالة الموجودة اليوم مقسمين إلى كويتيين وغير كويتيين عدد الكويتيين 428 وعدد غير كويتيين 305 وثمانين وما زاله عدد الكويتيين هو الأعلى المصابين حسب مناطق الصحية 302 في منطقة الأحمدية الصحية 191 منطقة الفروانية الصحية 161 منطقة الجهراء الصحية 67 منطقة حوالي الصحية 72 منطقة العاصمة أعلى المناطق السكنية هي كانت اليوم 75 المهبولة 54 من فروانية 35 جليب الشيوخ 28 سعد العبدالله 25 منطقة الصباحية و 25 منطقة القصر هذه كانت أرقام الأخوان في وزارة الصحة نتمنى أن الأرقام يعني أيضا الإصابات الموجودة تنزل أكثر والأمور تكون إن شاء الله بصورة أفضل ونقدر اليوم من خلال هذه الإحصائيات أن نحن نوجه رسالة حق الأخوان بأن الالتزام في التباعد والكمامات وهذه الأمور عندنا بعد أيضا طريقة الحجز للعيادات الأخوان في وزارة الصحة كان لديهم فيديو جميل ممكن نعرض لكم وعقوا بالفيديو نتكلم على تفاصيله شلون الناس اللي عندهم العيادات الخارجية ويبون يحجزون عن طريق موقع وزارة الصحة أعطونا هذا التقرير خلونا نشوفه اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة إذا تريد تراجع أي مكان معين أو جهة معينة عيادات أمور معينة هذه الخدمة الأكترونية الطوعية عند الدخول معظمك تفاصيل اسم رغم مدني املأ البيانات رغم مدني وتسلسل المركز الصحي نوع العيادة والرقم وأيضا حطي لك النموذج الثاني والإخوان اللي يحتاجون هذه المعلومات ممكن تشون في أكامف وزارة الصحة يشوفونا في صورة كانت موجودة عقوبها أعتقدها موجودة عندكم شباب تعطونا الصورة بعد رحم الله والدينكم نبي نشوفها وقواكم الله هذا دليل حجز المواعيد هي ملخص عن الفيديو اللي أنا حطيت لكم ياه قبل شوي الخطوة الأولى أنك لنته الدخول على رابط موقع الوزارة أثنين تواصل مع واحد خمسة واحد عند وجود مشكلة تقنية إذا ما صار في عندكم مشكلة في الموقع ادش على واحد خمسة واحد وتبلغهم في المشكلة اللي أنت عندك ياه خطوة ثانية ادخل رغم مدني رغم رغم مسلسل اللي هو تقلب البطاقة تحت موجود اختار المركز الصحي اختار العيادة ادخل رغم الهاتف أو البريد الكتروني اختار التاريخ والوقت هذا رغم اثنين رغم ثلاثة أوقات العمل العيادات العامة الفترة الأولى من الساعة سبع صباحا إلى الواحدة مساء والفترة الثانية من واحدة ونص إلى الساعة ست المغلب عيادات الأمراض المزمنة السكرية وأمراض النساء من الساعة ثمان الصبح إلى الساعة الواحدة ظهرا وأيضا هذه الورقة موجودة عند الإخوان في أكاونت وزارة الصحة وممكن تراجعون وتشوفون هذا الأمر أنا قبل فترة اتكلمت على موضوع الإخوان في القوى العاملة وأنا بأشير لجزئين مهمين الجزء الأول هي رسالة موجهة للإخوان في القوى العاملة وأيضا للإخوان في وزارة التربية وأنا هذا سؤال سألة للعقود الحكومية أنت ولما تعقون عقد حكومي مع الشركات اليوم عقد الحكومي وأنا أكو فيديو صراحة يعني راح أشوفه بس أحاول أحطه في حلقة باتشرة اللي أعتقد أنه اليوم مواد فما راح يبديني نوايد راح أقولها نفس المشكلة اللي راح أتكلم فيها راح أتكلم فيها باتشرة بس على جزء ثاني أيضا تابع وزارة التربية وهذه رسالة حق معالي وزير التربية ومعالي الوكيل والإخوان القائمين على وزارة التربية وأنا راح أقرأ لك نص الرسالة من إخت كويتية دازت لي ياها على السناب شات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيك العافية أتمنى بس تتكلم على موضوع الضابطات الأمن الكويتيات اللي يدامون في المدارس تبع مناقصة وزارة التربية صار لنا ثلاث شهور صار لنا ثلاث شهور ما ناخذ رواتب وهما تبعت شركة أنت بتعرف الشركة تسدي وانا يقولك اسم الشركة ما بقى تواصل إعلامي ما توصلنا ما بقى أمر ما كلمناه بخصوص رواتبنا وما شفنا ولا شيء ودائما الناس للأسف ما قاعد يلتفتون لنا إحنا رواتبنا ما نزلت وإحنا ضابطات الأمن ما يصير ورانا التزامات ورانا أمور كثيرة ما يصير وإذا كلمنا الشركة قالوا إن شاء الله وإن شاء الله وكله تشذب وما أعطونا لا حقوقنا ولا شيء وياريت الإخوان في وزارة التربية مثل ما قاعد يسلمون الرواتب حق الشركة أتمنى يراجعون الشركة من إحنا ما قاعد نسلم رواتبنا فأنا من باب الفضول سألت الأخت هذه البنية الكويتية سألتها قلتنا إن شاء الله راح نتكلم في هذا الموضوع بس أنا عندي سؤال كم رواتبكم شان تقول يعطونا 250 ويقصون من عندنا أنا ما بدش فيها التفاصيل أنا هذه الرسالة وجهة حق الوزارات بصورة عامة وتحديدا وزارة التربية والوزارات اللي قاعد توقعون العقود مع أهل العالم أنا سؤالي ليش انتوا اليوم تحطون رقبة الكويتي ورقبة هالناس هذي بيت هالشركات أنا أسألكم سؤال وأتمنى واحد من الإخوان يطلع يرد عليه كم شركة خلال فترة العشر سنوات ما بيقول عشرين لنا عشرين راح تشبط طوفة من كثير الشركات خلال عشر سنوات نفس المشكلة هذه تأخذ رواتب من الحكومة وما تعطي الموظفين توقع العقود مع الشركة بالحكومة وتتعين لكويتي بمئتين وخمسين ومئة ومئة وخمسين دينار نفس القضية باع الحراس نفس القضية نفس القضية صارت معاكم في وزارة التربية العام اللي طلعته وقلتوا احنا لازم يكون في تعاون والمدرسات وقاموا والمدرسات كل مدرسة راح تعمل تخدامتها من البيت وتغسل مدرسة وهذه الناظرة تغسل مدرسة شنو وهذه كذا كذا ليش؟ لانه سواهوا اضراب ليش سواهوا اضراب؟ لان الشركة ما عطتهم فلوس منه مسؤول؟ وزارة التربية قومي يا وزارة التربية قلوكم احنا ما لنا علاقة احنا عطينا الفلوس حق الشركة جماعة ما يصير ما يصير انتوا قاعد تخلوني الشركات هذه تلعب بدورينها ما يصير يا جماعة شنو ذنب العالم هذي؟ انا موقع عقدياهم هذي الشركة ملتزمة مع الوزارة انت واليوم لازم يكون فيه اجراءات يا جماعة مو معقولة انا انا واحد ما لي علاقة في الشركات ولا لي علاقة في الموضوع مجرد ما قرأت الموضوع قلت علي الموضوع واي تتافه واي سهل يعني انت واليوم هذي الشركة ما تسعباني تحطنون موظف يتابع شغل الشركة هذه واي صعب الموضوع هذي الشركة كم عندها اقامات العالم خلك الكويتين الغير الكويتين اقاماتهم اللي عليها اللي هم المشرفات هذيلا وهذي الكوتيات بو عندكم انتوا اوكي حلو عندنا احنا تعال يا حبيبي ليش ما تيه انت تسلم الرواتب ليش ما تسلم لا انا ما لي علاقة بو حذر انا المناقصة بعشرين مليون مع الشركة الفلانية اخوي انت علشان انت بتريح راسك ما لك خلق عوان راس مفاضي هذي مشرفة الامنيات هذي مايات هذي الفراشة دشت المدرسة ما دشت المدرسة ما لي علاقة بالموضوع انا ضيح راسي تعال حبيبي كم عددهم هالكثر عشرين مليون تفضل هاي عشرين مليون كم رواتبهم الشهرية رواتبهم بالشهر مئة الف تفضل هاي كل شهر شيكي مئة الف ارخضة تعطيهم ما تعطيهم مشكلتي كنت وياهم يداومون ما يداومون مو مشكلة تروح حتيب خدم اللي بنحاشين من الجليب ودخلهم في المدارس مو مشكلة هذا كله مو مهم يصير في مشكلة على الطلبة ما يهمني المهم انه انا بالوزارة بريح راسي ما لي علاقة في هذا الموضوع وصارت كارثة اطلع في بيان وزارة التربية تفيد بان الشركة التي تم اختلاسها المبلغ الفلاني لن نتحقق ليش ليش هذول شنو ضمون بكوتيات اليوم ما يستلمون الرواتب من مدى 13 ليش والوزارة دعض حق الشركات وانا ارجع اكرر للاخوان في وزارة التربية تمون اسم الشركة وانتوا انا اعتقد ان تعرفون الشركات هذي واضح ليش مشكلة مو يديدة عندنا ليش كل مرة نرجع نفس المشكلة وانا اعطيتك ثلاث امور قلت لك هذي لشان اقول لك المسمى بالضبط ما لهم اللي قلت لك يعتوى الحين ضابطات الامن الكويتيات كهوة هذا الحين قبلها حراس المدارس راح حط لك باشا حراس المدارس بعد قبلها الفراشات قبلها سواق الباصات ما يصير ليش تحسوين هذي مشكلة ازلية من الصعب ان نحلها احنا جدا صعب نحلها شون حلو الله بو عيدر معقولة شون تسوي كنت رول صعب الموضوع وائد صعب وائد صعب صراحة ما يصير يا جماعة وقلنا لكم من قبل يعني يا جماعة سووا شركة حكومية اذا انت واليوم انتوا قادرين سووا شركة حكومية شركة حكومية تابعة وزارة التربية اهي تعين وانت يعطي رواتر ليش تخلون هالشركات هذي ياخذن عندكم العقد الشخص بربع مية دينار ويعطيهم على ماتين وخمسين دينار ويا ريت عليه بالعافية يا ريت يعطيهم مماتين وخمسين دينار يا ريت ما يسيري جوا عطنا عطنا الداخلية ايبا اخوان في وزارة الداخلية امس كلمت عليهم في قضية الاقتحام اللي صار على البيت في اه اللي قلنا شكرا للاخوان في وزارة الداخلية صراحة اليوم كان في فيديو جميل جدا للاخوان في وزارة الداخلية ايضا في موضوع شلون تحركوا وشلون كان القوات الخاصة صراحة فيديو جدا جميل يعطيكم الف عافية لاخوان في وزارة الداخلية من بداية العملية الى نهاية العملية تابعوا الفيديو هذا اه بسحاوات واغف بالداوية الوائد من يطلقوا ما افرشي واقف بالداوية همي من اعجاب هذه اخف بالقوات اخف بالداوية اخف بالداوية وجه انضحوا اخف بالداوية اخوان واغف فاديو اخفار اخف بالداوية اخف بالداوية ترجمة نهاية العملية اشتركوا في القناة 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 اتمنى تتكلم عن الامهات اللي عندهم اطفال رضع وهذا الكلام انا قلته في قرار مجلس الوزر وقلته في قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية اطفال رضع يدامون بالصحة في ظل كورونا لا راضين يعطوننا اجازة من رصيدنا ولا راضين يعطوننا اعفاء عشان ما نداوم خصوصا ان احنا ما عندنا خدم ونجاب لليهال وحير خايفين على عيالنا شلون تباعد جسدي والام وتلاثمه مع هذا الطفل الرضيع نخاف من الايام العادية فما بالك في وضع كورونا واحنا نداوم في ما انا قايل المكان بعد يعني اه وشغل كله يعني مؤثر وقد اليوم يكون في الفيروس منتشر ازاي ارجوك يبا ما نبي لا نبي فلوس ولا نبي اي شيء ولكن على الاقل نبي اليوم يقدرون في هذا الوضع وانا هذي رسالة حق الاخوان يا جماعة قلنا في حالات انسانية ما نقدر اليوم نجاب لها وقرار مجلس الوزراء كان واضح وقرار الاخوان في ديوان الخدمة المدنية وانا ارجع اقولها مرة ثانية البعض صراحة من المسؤولين بلش يمسك اذا كانت الحاجة تستدعي يعني اكو بعض المسؤولين انا ما اتكرم اعوزار صح اتكرم صورة عامة قسما بالله يعني من كثر ما يعني اهوة في لعانة يدور الحرف بالجملة كلها يهد الكتاب كله يالك اذا الحالة تستدعي لا مانع من الدولة لا يستدعي ما اكو شي مش ما اكو شي قاعدني في المكتب ما عندهم شغل ولا ولكن ليش احنا ندامون انتم ما ندامون لا يستدعي فاكو بعض الناس من هالطريقة هذي واكو البعض لا يعني هذه ناخذ اليوم قاعدت تتكلم على الجهة ادري انه في نكش في وزارة صحة ادري ادري بس اليوم الناس اللي عندهم اجازة اللي هي مارت العمومة ما ادري الرضاعة مارت للأمور اللي عندهم اطفال صغيرة اللي عندهم معاق حالتهم صعبة والله العظيم يعني يا ذولة امورهم جدا صعبة وانا رسالة حق الاخوان في وزارة الصحة اتمنى هذين الحالات يعني نستثنيهم بقدر ما احنا نقدر يا اخي صعب الوضع على الاقل دوامهم مرة مثلا في الأسبوع هالامور لانه صعب صراحة يعني انا اليوم لو اليوم عندي طفل رضيع وزوجتيتي بيتروح الدام هذا ما رح يعني باتشل هذي تتيح حتى يروح الولد ولا العائلة كلها وانت واليوم انت واللي قاعد دزون المسجات والرسائل لنا تباعد دير بالكم وعيالكم وحرصكم واموركم والارشادات في العمل فانا ارجوكم في هذا الموضوع عندي موضوعين مربوطين في بعض وهما موضوع التسوق خلنا نشوف اليوم امس امس الخميس وانا قلت لكم الكلام هذا قلت لكم معدل زيارات المجمعات لا يقاس في يوم الثلاثة يقاس العالم داومة وتوهة ونومتهم لاخبطة عطنا خلنا نشوف الافنيوز المسكر الخامس هذا الافنيوز غريبا اثنين كيلو امتداد للسيارات صفين صف واحد صف الثاني بوك تباعد اجتماعي تباعد اجتماعي نقدر نقول نحن نجحنا نجاح باهر جدا على اساس الناس يعني يعني ما في مطاعم فاتحة تقعد تقعد بس تشتري وتبشي منظر صلاحة يعني لا نحسد يعني الله يهنيهم يعني ما حقدر يقول شي ليش واكفين زحمة ولايش ما راح على الموضوع بس انا هي بيتكلم ان هناك كمية كبيرة ما شاء الله شوف الزحمة على المجمع والعالم بترى تحت وفوق شوف تحت وشوف فوق ما شاء الله العالم والعدد مهول فاليوم يحتاج ل كنترول الموضوع لان الدخول اليوم صار وايد نعم المطاعم اليوم ما فيها قاعدة الكافيات ما فيها قاعدة بس العالم تابع تروح تابع تتسوق اكو بعض الناس يقولك انا مجرد ما ادشها تمشى نفسيا ارتاح وهذا يعني تصوير شفناه حق الاخوان اللي ابعثوه بالنسبة حق الافنيو واكو وايد فيديوهات لمجمعات اخرى اكو بيان طلع من الاخوان في مجمع الافنيو صراحة يعني مشكولي عليه احييكم قواكم الله ويعطيكم الف عافية على الكلام اللي طلع من الاخوان في الافنيو وهذا الحرص هذا الحرص اللي احنا دائما نتكلم عليه وهذه هذه رسالة حق الاخوان في المحلات تجزئ الاخوان في الافنيو لان سلامتكم اولوية سيتم اغلاق بعض او كل بوابات الدخول لان سلامتكم اولوية سيتم اغلاق بعض او كل بوابات الدخول بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لفترة قصيرة في حال تجاوز الاعداد المسموح لنا الاعداد المسموحة اوكي لذا تابعوا لمعرفة التفاصيل عندهم على الموقع الرئيسي حاطين كل تفاصيلهم اللي يبيروح يبيرشوف العدد موجود مموجود عشان لما تيه توصل المجمع لا تيه تقول ليش الباب مسكر يقولوا الاخوان في الأذني وهذا بيان منهم وانا اشكرهم عليه صراحة يعطيكم الف عافية ان اذا وصلنا الى رقم معين في المجمع والتنسيق مع الجهات المعنية راح نسكر بعض البوابات او كل البوابات اذا شفنا العدد الكبير راح نسكر بعض البوابات او كل البوابات عشان شذيه هم حطوا على الموقع ان الان مثلا مغلق يفتح مثلا شذيه العدد مسكر نفس ما كنتنا قبل ندش مواقف العدد فل العدد مش عارفة وهذا جز جدا مهم لمصلحة الناس ولمصلحة امور كثيرة ناخذ فاصل وبعد الفاصل توصلوا اياكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ساعات بالبرنامج والله يعني هاي كلمة من القلب اقولها يعني ساعات بالبرنامج احس اني انا جز يعني احس اني انا قاعد يعني مثل ما اقعد مع والدتي مثل ما اقعد بأخواني مثل ما اقعد بأخواتي فعشان شي اتكلم وياكم بالارتياح يعني واتصرب بطبيعة عادية يوجد بعض الناس يقولون لا المفروض انت ما يعني بالتلفزيون انا طول عمري ترى كل اللي تابعوني يدرون ان انا على طبيعتي وعلى اموري نرجع حق موضوعنا تفضل اخوي شنو حاضر اه الان رح نتكلم عن موضوع يمكن كان يهم الناس وهذه الاسعار من الاخوان في وزارة تجارة ابعثوا هذا الكتاب بالنسبة حق سعر الاسماك اللي حددوه خلونا نشوفه ونرجع وياكم ارثاني يعطونا اسعار اهنين الاخوان في مراقب محافظة عن رئيس مركز السوق السمك تخفيض اسعار سمك الزبيدي الايراني والهندي والباكستاني احنا نقول هنا سعر الزبيدي الايراني اللي هو الحجم اللي هو من ثمانين مليا الالف السعر راية تعدى سبع دلانير الوسط اللي هو من خمسمية لسبعمية ست دلانير الحجم الصغير اللي هو من ثلاثمية الى اربعمية أربع دلانير ونص السمج الهندي والباكستاني اللي هو من 800 لألف سعره 6 دلانير والحجم الوسط من 500 لألف سعره 5 دلانير والحجم الصغير من 300 إلى 400 3 دلانير ونص واضحة الأورقة عندكم واضحة وزينة وسعره زين صراحة يعني أنا هذا بوستة زين صراحة الإيراني بوستة زين حجمه زين أنا مجربة صراحة هذا هذا زين سعره زين العود ماينفع حق مطبق موزين انتبون مطبق انتوا ماييب رأسكم تبيه هذا حق القلي بواربعة ونص هذا مضبوط الهندي وباكستاني ما دري عنهم صراحة أنا يقولك الإيراني مجربة سعره زين يعني إذا بسد دلانير وضبطون السعر رخوان في وزارة تجارة رحم الله والديكم واتمنى ولا صراحة هذا شيء خلنا باشر ننزل شوية من زمان لا ولا مو من زمان يعني مو من زمان وايد وبيني وبينك أنا حاصلني ضعفان يعني يبي لهم بعد نطبق الزبادي فنشوف لنا هذا سعر زين الزبادي إذا يضبطوه للإخوان وايد زين من ثمانيمائة لألف بسبع دلانير ليراني من خمسمائة لأسبعمائة بسد دلانير ليراني من ثلاثمائة لأربعمائة بأربعة ونص ليراني نرجع هنا من ثمانيمائة لألي هو الوزن الحجم من ثمانيمائة لألف بسد دلانير سواء هندي أو باكستاني من خمسمائة لأسبعمائة بخمسمائة بخمسمائة لأربعمائة اربعمية الوزن ثلاث دلالير ونص سواء كان الهندي او باكستاني فرقهم دينار يعني فرق بين بين الايراني وبين الهندي وباكستاني دينار واتمنى الاخوان صراحة يضبط الموضوع هذا كله وانا امس شفت فيديو شنه قديم يديد ما ادري والله عاد صراحة شفت ازبيدي صيني امتشيس شدي ما انا عارف هذا محنط شنو موضوعه يعني ما ادري ما بيقفتي فيه بس صراحة يخرى شكله فانا يقول خلنا علينا عارفه احسن من اللي ما نعارفه الاخوان في طيران المدني اول شي ابي اقول نقطة يعني وايد مهمة ولازم الكل يعرفها انا علاقتي مع الاخوان في الطيارة مدني جدا وضيدة وعلاقتي مع المسؤولين جدا جميلة جدا الله يشهد انه ما عندي خلاف واحد في المية ويمكن البعض زعل من الكلام اللي انا قلته على الخطة اللي احنا حطيناها وانا قلت بكلامي وكنت واضح مع الاخوان بان انا اتكلم عن مصلحة الان مثل ما الاخوان ما تقبلون بان احنا نطلع على الهوى وجدام الناس ويواحد يسألني ويقول لي اخوي صالح متى شدي انا اقول له واسكت هذا مو حلو حق اي اعلامي ما يكون عند المعلومات اللي موجودة ولكن الموثل اللي غير موجودة مو من حق ان انا اعرفها عندي مصادر قد اكون يوم فانا تكلمت البعض زعل وبالنهاية هذا شأنهم اللي يبيزعل من كلمة الحق هذي مشكلته الاخوان في طيران مدني طلعوا بيانين وانا راح اعرض البيانين ليحقاق الحق وهذا دليل اني انا ما عندي خلاف مع احد ولو عندي شيء مع احد او شخصانية ما اعرض البيانات ولكن عشان ابري ذمتي انا راح احط البيانات وانا دايما اقول لو اليوم يصير اي شيء من انجازات مثل ما ذكرت من انجازات اللي سووها الاخوان في الطيران المدني فترة من بداية كورونا الى واحد ستة ما او فيكم حقكم واعتقد تكلمت فيكم وتقارير حطيت ما فيه اذا كان هناك شوية غير وضوح في الخطة وانا تكلمت عليه وانتوا زعلتوا هذا امر ثاني ولكن ما يصيرنا انا امدح وامدح 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 خطأ صح امدح ما يصير هذا مو علام هذا لا عطم المغادرون اول شيء على طول قادمون عطم المغادرون اول شيء بدين ديش على القادمون تقدر حلو كلام طيب المغادرون اللي بيسافرون وهذه اسئلة حق انا ما نعارف صراحة بس انا هاي اللي قريتهم وعشان اتأكد داشت على اكاونتكم الرئيسي في تويتر المغادرون الضوابط الصحية الحصول على شهادة صحية من مختبرات صحية معتمدة من قبل وزارة الصحة تثبت سلبية الاصابة بمرض كوفيد 19 اذ تطلب الامر وذلك حسب متطلبات كل دولة تقدمها لشركات غادمات الارضية في مطار الكويت هذه النقطة الاولى تبي تسافر الاخوان يقولون تبي تسافر تطلع شهادة بان ما فيك مرض كورونا من مختبرات صحية معتمدة من قبل وزارة الصحة ليش عشان تسلمها حق الخدمات الارضية اللي هما لما تتسوي تشيك ان على حسب الدول الان واحد يقول لي زين احنا هذا مدور الاخوان في الطيران المدني عشان اكون حقاني انا هذا مدور الطيران المدني يقولك هالدولة تبي وهالدولة ما تبي هالدولة تبي وهالدولة انت لما تحجي استذكرتك تشوف الطيران نفسه تقول لي تابون ولا ما تابون الدولة اللي انا بروح لا بروح انا لندن تحتاجوني ورقة وانا ما احتاجوني ورقة الطيران يقولك ما نحتاج خلاص يقولك نحتاج اذا ما يسوي لك شيك ان الا الورقة معك انا مشكلتي في هذا كله وهذا مدور الطيران المدني هذا مدور الطيران المدني عشان يكون واضحين ما نظلم الناس حلو انا عندي مشكلة في البيان في جزئية وانا هذه الرسالة حق الاخوان في الطيران المدني انه يكون واضح اليوم الحصول على شهادة صحية صادرة من المختبرات صحية معتمدة من قبل وزارة الصحة منو هالمختبرات بس نبي نعرف يعني انا اكثر واحد ياللي هالسؤال منو المختبرات المعتمدة هل في مختبرات واضحة اماكنها مبينة اتمنى في الاخوان في الطيران المدني ردوا على هذا السؤال عن طريق اكاونتكم لا تردوا علينا انا ادري ما لاح تردوا علينا ردوا على اكاونتكم في الاخوان من الطيران المدني ردوا منو المختبرات المعتمدة انا اليوم بروح جبي وتسألوا الاماراتية بقى بيحجز ايه نعم شنو مطلوب تيب لنا شهادة مشكور يعطيك العافية منو الاماكن المعتمدة خلي بلغونا واذا الموضوع مو هذا خلي الاخوان في وزارة الصح يبلغون والله يا جماعة راحنا مختبرات المعتمدة عندنا واحد دين ثلاثة أربع خمس ست سبع تيب لك من هذا وش كدر المدة قبل أربعة أيام من الطيارة قبل ستة أيام قبل يومين هذا هنبعد الجزئين هذين بنعرفوا من الاخوان في الطيران المدني هذا بالنسبة حق المغادرون اللي بيرجعون لكويت الحين عطمة القادمون ضوابة الصحية الحصول على شهادة صحية معتمدة بي سي آر تثبت سلبية الإصابة بمرض كوفيد أوكي هذا الوضوع نفس العملية أنا الآن في تركيا من الجهة اللي هي تكون معتمدة هذا السؤال هل أهوى ارتباط مع الاخوان في الخارجية هل أكو جهات معينة هل الطيران اللي أنا طاير عليه موقع مع جهات معينة وأنا هنبعد ما بيتوهق أنا في تركيا أروح مثلا مستشفى مثلا مستشفى الأمريكي في تركيا وبسوي فحص أولي فحص دفعت فلوس خذيت الفحص واحد يقول ليش ندفع فلوس لا هاي مشكلتك مو مشكلة الطيران المدني هذي شروط تبيها اخذ الشروط واسافر خذيتها غايت المطار قال لا إحنا هذا مكان مو معتمد عندنا فأنا أتمنى نفس العملية مثل ما في توضيح هاي رسالة حق الأخوان في الطيران المدني توضيح الأماكن المعتمدة في الكويت وين هذي مخاطبة الأخوان في وزارة الصحة شنو المعتمدين وأيضا الرسالة الثانية وهي الحصول على شهادة معتمدة إذا ترجع لكويت بعد أنك تنزل بليكيشن شلونك بالطيارة يعني أنا أعتقد أن هذا الموضوع أهم بعد ممكن يكون واحد ما عنده خط كويتي ممكن يكون مسافر تليفون انباق يعني هذا يعتقد فيها جزئية ما أدري توقيع تعهد بالالتزام وزارة الصحة سواء بالحجر المنزلي أو المؤسسي حقك توقع ورقة أنك أنت قبرتك بالطيارة توقع رجعت لكويت قالوا لك حجر مؤسسي أنت موافق وموقع على تعهد منزلي موقع على تعهد خارصي من هالموضوع لا أنا فحص ما فحص حبيبي أنت موقع هذا شروط هذا ما يزحل لا الطيران المدني متشدد شروط حقك تابعي خب الشروط ما يصير يا أخي أنت كل شيء تابع على كهنبك ما يصير وقع لورقة ترجع قياس درجة حرارة جميع الركاب قبل صعود الطائرة وعند الوصول أنت لما تركب الطيارة هناك رح يقصون حرارتك لا تقول أنا ما فيني شيء لا أقول لك مني ولما توصل لكويت رح يقصون حرارتك بعد وهذه الطوائد مهمة اللي بقولها الحين إجراء فحص بي سي آر عشوائي للركاب عنده الوصول بنسبة 10% من كل رحلة من حق الإخوان في وزارة الصحة بالتنسيق مع الطيران المدني ينزلون ركاب يهيين من هالدولة 50% 101 حطوهم بصالة يأخذون 10% 10% من الواصلين عشوائي ويسوون لفحص بي سي آر إيش معنى أنا وإنت تبيني وتقصدني ما أقول كلام حبيبي هاي كلام واضح يأخذون 10% عشوائي لو سمحت لو سمحت لو سمحت عشوائي ويفحصونهم كل عندي شهادة حتى لو عندك شهادة من حقهم يسوون فحص الأمور اللي هي بي سي آر 10% التقيد بالشروط الصحية من حيث ارتداء الكمامات والقفازات هذا بالروحة والردة وهذا في كل مكان وأنا أتمنى لإخوان وأيضا أرجع أكرر الأخوان في الطيران المدني قلت لك هذه كلمات اللي أنا قلت لكم هذه حق من واجبكم ومدحتكم فيها والجزئين اللي قلت لكم يا واضحوا حق الناس وأنا النقطة اللي قاعد أقول لكم ياها نفس الأسئلة اللي أنا قاعد أسألها في أكاونتكم بالتغريدتين اللي نزلتوهم القادمون والمغادرون نفس الأسئلة مسؤول يعني كلهم صالينكم وللأسف ما حتش فيكم رد في تويتر وأنا أتمنى لإخوان تردون في تويتر في حسابكم إنه والله الشهادات المعتمدة في المكان الفلاني والشهادات المعتمدة في المكان الفلاني آخر واحدة الخضوط الجوية الكويتية وآخذ الاتصالات خضوط الجوية الكويتية يعطيكم العافية هلا والله هلا بطيران الكويتية ونعم والله طيران دولة شون هذا الطائر الازرق اعلان عملاء الكرام ثقتكم غالية غايتنا وصحتكم تهمنا الطائر الازرق يقود مجددا بتشغيل رحلات تجارية دائم من الاول من اغسطس لمزيد من المعلومات والحج ورحلات يرجى مراجع جميع قنوات الحج لدينا وكذلك يا وكيل سفركم ترحون لكم المكاتب افتحوا اعطوهم القرار الحمد لله رب العالمين وايضا الجزء الثاني بان الاخوان في الانلاين ممكن تحجز الكويتية وانا شوف جدول باشر رح اتكلموا اياه على رحلات الكويتية بس باشر بتأكد من المعلومة في الكويتية واعرض لكم ياهني ما شاء الله فاتحين تغريبا يمكن جهات وايد فاتحين الكويتية باشر رح اقول لكم هذا الموضوع اعطونا الاتصالات من وياننا المحامي المحامي منه المحامي عبدالعجز العرب بساك الله بالخير استاذي بساك الله بالنور يا هلا يا هلا ساعة المحامي والفرصة ان نوضح بعض الامور اللي حصلت بالنسبة للحالات اثناء فترة الحضر الكلي والجزئي خنقول بسبب الفيروس شرف فيك يا اخوي ساعة المباركة ساعة كبرك ونحن نتشرف فيك بعد يا بو حيدر فضل انا الله يسلمك بو حيدر عندنا يعني مشاكل اللي حصلت حد بعض من ذوي الإعاقة احنا نعلم في فترة الحين الكورونا هناك الدولة ما قصرت حق كل الفئات كبار السن المعاقين الحالات الحرجة الحالات الإنسانية ساعدتهم وقفت معهم نعم احنا الآن محيدر عندنا الفئة المهمة اللي هي فئة ذوي الإعاقة هي اكيد من ضمن هذه الحالات اللي الدولة دايما تدعمهم وتخفص عليهم دايما المشكلة اللي قاعدة تحصل مع ذوي الإعاقة اثناء أنا عندي يعني بعض الحالات اذكر لك حالة من الحالات مثال اثناء الحضر الكلي او خنقول بعد تعطيل الجهات الحكومية حلو لما يكون شخص متمتع بإعاقة وهذا الإعاقة ياخذ فيها المميزات اللي تطرف له واللي تعينه في أموره وعلاجاته وشغلاته الخاصة حلو في فترة الحضر الكلي يوصل له مثلا مسيج او ينتظر الراتب اللي ينزل اللي يعتمد عليه في علاجه او في حتى أموره الخاصة اثناء هذه الحضر يوصل له مسيج انه تم تخفيض درجة الإعاقة هنا المشكلة احنا ندري وهذه الرسالة اللي انا هذا الموضوع قاعد تكلم فيه انا ادري ان الهيئة مع المعاق مو ضده لكن هذه الرسالة اللي احنا بنوصلها عساة بس نخفف على اخواننا ذوي اخي عبدالعجز بس سؤال فترة الحضر يعني قاعد تتكلم انت ما بين شهر ثلاثة الى شهر سبعة وصل المسيج حق المعاق انت والله عاقتك شديدة نزلناها لمتوسطة اثناء الحضر الكلي يعني اللي ما يقدر يسوي يعني فيه شغلات كلها نسكر اثناء الحضر الكلي يعني هذه قضية موجودة عندك اي نعم هذه يعني حالة من الحالات اللي وصلتني وشرحت لي المعاناة اللي صارت معاها حلو هني هني شنو راح يصير راح نقول الدولة مع الضعفاء والحالات الانسانية هذه نعم شنو يحصل في هذه الحالة وفيه ممكن حالات ثانية اللي راح يحصل شي سوي راح ينتظر تنفتح الدولة نعم ويروح ويتعنى وخصوصا اذا كانوا اطفال يعني المعاقين الاطفال انت راح يعني لنا طريقة الهيئة في هذه الحالة لازم تدخل الطفل مرة ثانية لجنة ويفحصونه ويحددون يعاقته فانت شوف انت عالبت وحيدا راح يفتحون حلو اللي جان هذه الفترة كلها مخصصاته واكرة نعم الله يشهد بان هذه الحالة سبعمية وعشرين دينار ممكن يعني اللي اذكر انه سبعمية وعشرين دينار مطاريف خاصة للعلاج مثلا بالعمل ولا تخاطف ولا سلوك نعم امية وعشرين دينار معاش السائق لانه عنده مراجعات كثيرة فحطي العساق خاص فيه غير الخادمة اللي هي تابع حالته لما تخفض درجة الاعاقة بوحيدر من متوسطة الى بسيطة يعني انت لقيت المكلف فهذا المكلف اذا براعي هذه الحالة معناته شنو ما رح يقدر لانه خلاص اللقاء اللقاء الحقوق اللي كان يتمتح نعم السؤال 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 الآن لما يت الهيئة الاعاقة وانا اللي اعلم ودخلت للاستاذة والدكتورة شفيقة وانا رح اتواصلوا معا الدكتورة شفيقة بعد الحلقة اليوم لما الاخوان كانوا في اجازة يعني ما في دوامات نعم هما الاخوان في الاعاقة ما في والدليل على الكلام اللي قاعد يقول لك يا بانه طلعوا بيان بانه تمديد صحيح الهويات صحيح زين بناء على اي قرار اي لجنة ما في لجانة مداومة شلون اللجنة يتنزلت الاعاقة اي انا اقول لك اللجنة بوحيدر كانت طبعا اللجان كلها قبل 12 ثلاثة ما في لجان انعقدت اثناء الحضر ما في حد مداوم يعني بعد تعطيل الجهات الحكومية ما في لجان ما في قرارات تطلع حلو اللجان تكون قبل 12 ثلاثة نعم فيكون القرار صدر متى صدر بالضب رح يبين لما تتبطل الجهات الحكومية ويراجعون وشوفون القرار متى صدر بس الخفض درجة الاعاقة ووقف المخصص متصار اثناء الحضر لكن القرار ممكن يكون قبل 12 ثلاثة فخصوصا يعني في بعض الامور يعني بوحيدر احنا انا اقول لك وانا اقعد مع المسؤولين دائما مع الهيئة وادري انهم متعاونين مع المعاقب والله ممقفرين وياهم بالأكس لكن في بعض الحالات يمكن هذه اعتقد يعني فيها اخطاء يعني غير مقصودة تحتاج الى تعديل حلو يعني اذا كان خصوصا اذا كان المرض له مسمى واحد مرض جيني معروف معروف عندنا بالكويت معروف هذه اعاقة يا شديدة ولا متوسطة تنزلها الى بسيطة لا هنا ممكن يكون يحتاج الى مراجعة يعني رسالتك المرحام عدل عزيز عرب نعم رسالتي رسالتي انا احب اوجهها لك المسؤولين يا جماعة احنا في فترة كورونا الحين في حالات كثيرة انتمنى انكم ترجعون الى القرارات حتى لو تعدلون عليها حتى لو اذا ما تقدمون تعدلون اذا راجعوكم الهيئة سهل الامور من ناحيته خصوصا الفترة الحالية القادمة فترة صعبة جدا خصوصا في ناس مخصصاتها وقفت وراح توقف يمكن خمس الى ستة شهور جدام على ما تنسلهم لان الحين الهيئة نفكرة تنظيم اسبوعين نفكري مو مثل الجهات الباطية كلام واضح يعطيك العافية المحامي عدل عز العرب قواك الله ما قصر راديك بيضه وكلام جميل جدا ويعطيك الف الف عافية وصراحة يعني يمكن الوقت تهمنا وخذاننا خلاص ما عاد عندنا يعني وقت نتكلم فيه وصراحة كلام المحامي عدل عز العرب عداها العيد كلام واضح بحقيقة ما يصير اليوم تنزل لعاقة وانت الان ما في نجال وهذه لسالة حق دكتورة شفيقة وانا اعلم انت يا دكتورة شفيقة بانش دائما تلتمسين امور العالم وقضايا الناس وما تقبلين اليوم في هذا الامر اللي قاعد يصير اتمنى متابعة الموضوع وخاصة في الكلمة اللي قالها اخونا عبد العزيز عرب المحامي في هذه القضية انا كان المفروض ان اخذ الصلاة ولكن انا أعودكم باشر راحب تعني الصلاة بعدد اكبر بس لانا كانت واحد الاخبار عندنا اليوم ما مداني اتكلم وعندي يعني شيء ابي اتكلم فيه اليوم التشكيك في المواطن شيء ما يقبل اليوم ان انا اشكك في المواطنين وانا الكويتين ما يشتغلون وانا الكويتين مزينين وانا الكويتين ممال شغل وانا الكويتين شهاداتهم الله بالخير وانا الكويتين ما تعبوا في حياتهم هذا الكلام غير مقبول هذا الكلام غير مقبول منوما كان هذا كلام غير مقبول لا تشكك اليوم والدليل على كلامنا بان الكويتيين هم من اثبتوا بانهم من صنعوا اليوم واشتغلوا ما بيتكلم في كورونا كورونا تشهد والغزو يشهد وقبل الغزو عندنا البحر يشهد والبر يشهد مو احنا اليوم نتكلم والله الكويتي تعلم على مكتب الكويتي قاعد مرتاح لا عندنا كويتيين راحوا قضوا حياتهم بالعشر سنوات بره عشان يبونوا الشهادات من اعلى المراكز عندنا بروفيسورية وصلوا من الكويتيين عندنا ناس في البترول تخرع عندنا ناس في محطات وفي اه الوزارات تخرع لا هذا كلام غير مقبول ان اليوم نبخص حق الكويتين عشان والله ابي انا اجامل ولا ابي اسوي حق مشروع انك تقول رايك ولكن مو حق مشروع انك تظلم فئة كاملة ممكن تقول اكو بعض من الناس اللي شهاداتها مثلا موزينة بعض من الناس اللي ما تعمل ولكن ان يجمع الكويتيين والكويتيات هذا لا يمكن نقبله من كائنا من كان الكويت تبقى للكويتيين والكويتيين يعملون ابن عن جد حفاظهم على هذه الارض حفاظهم على هذه المؤسسة التشريعية حفاظهم واللي يبي يوم يسر التاريخ الكويت والله العظيم لو اجابل من وما كان راح يتعب اليوم احنا من اساسا من السبعينات في شهاداتنا في الجامعات البريطانية والامريكية وغيرها 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 بالنفط من سنوات وسنوات من قلت لك اخذ من شرق ومن غرب من بحر ومن بر وين ما تروح انا دائما اقول لك الشرف ترفع راسك انك تكون كويتي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة